مبادئ إدارة سلسلة التوريد والإمداد المبدأ الأول، تقسيم العملاء إلى مجموعات مختلفة بناء على مدى حاجتهم لخدمة معينة وتكييف سلسلة التوريد لخدمة هذه المجموعات. المبدأ الثاني، بناء شبكة نظم الإمدادات بناء على متطلبات الخدمة وربحية مجموعات العملاء. المبدأ الثالث، تحليل إشارات السوق والاستماع لها من أجل تخطيط الطلب بناء على السوق في سلسلة التوريد. يضمن ذلك دقة التنبؤ والتخصيص الأمثل للموارد. المبدأ الرابع، جعل المنتج الأقرب إلى العميل مميزاً وتسريع التحول في سلسلة التوريد. المبدأ الخامس، إدارة مصادر سلسلة التوريد بشكل استراتيجي من أجل تقليل التكلفة الكلية للمواد والخدمات. المبدأ السادس، تطوير استراتيجية تكنولوجية على سلسلة التوريد تدعم مستويات متعددة لاتخاذ القرار وتعطي رؤية واضحة لتدفق المنتجات والخدمات والمعلومات. المبدأ السابع، اتباع معايير الأداء لكافة قنوات التوزيع من أجل ضمان نجاح وصول الخدمات أو المنتجات إلى المستخدم الأخير بفعالية وكفاءة. ترجمة نانسي قنقر